في ناء الثاني حيث قدر اقتصاديون ارتفاع حجم اقتصاديات سوق مستحضرات التجميل في المملكة خلال العام الجديد فيما تنبأ في الوقت ذاته بنمو هذا القطاع بنسبة 12% ثنويا وتوقعوا أن تزيد مبيعات مستحضرات العناية بالبشرة بنسبة 26% التفاصيل في هذا التقرير متابع قدر اقتصاديون ارتفاع حجم اقتصاديات سوق مستحضرات التجميل في المملكة خلال العام الجديد فيما تنبأوا في الوقت ذاته بنمو القطاع بنسبة 12% ثنويا وتوقعوا أن تزيد مبيعات مستحضرات العناية بالبشرة بنسبة 26% وكشف التقارير عن نمو قطاعات عيادات التجميل في المملكة بواقع عشرة اضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة ويعتبر السوق السعودي من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وذلك بسبب تنوع قطاعاته ومجالاته المختلفة التي تشمل ست قطاعات رئيسية فيما يلفت عددا من التقارير المتخصصة إلى أن العطور ومستحضرات التجميل تقع ضمن أعلى عشرة بضاء يتم استيرادها إلى المملكة وأن مدينتي جدة والرياض هما من أكثر المدن السعودية طلبا على مبيعات مستحضرات التجميل ويرجع سبب ارتفاع الحصة السوقية من هذا القطاع إلى زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب المحلي على تلك المنتجات وأن معدل الزيادة في المبيعات الخاصة بالتجميل فقط ارتفع 15% في آخر عامين الجدير بالذكر أن المملكة تصدرت سوق التجميل إقليميا وتشير التوقعات إلى أنها سوف تسجل ارتفاعا يلامس الضعف في مبيعات العطور والعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة وأدوات الزينة لتصل إلى 9 مليار و300 ألف دولار في عام 2020 مقابل 5 مليار و300 ألف في عام 2016 من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور خالد الزهراني استشاري تجميل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل أهلا بك دكتور خالد حياك الله دكتور لا شك أن الجمال الاهتمام بالمظهر هو حاجة ملحة للجميع ولكن يعتبر هاجس لدى السيدات تحديدا كيف تعلق على زيادة وانتشار عيادات التجميل في المملكة بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة وانتشار هذا المجال أيضا بشكل كبير أنا بسم الله الرحمن الرحيم انتشار عمليات التجميل وزيادة الاهتمام بالعناية بالجمع في الفترة الأخيرة هذا يعكس بشكل كبير رفاهية المجتمع ومدى ثقافته فهي نتيجة متوقعة جدا في أي مجتمع يعيش الازدهار اللي يعيش المجتمع السعودي وبرضو بنسبة الارتفاع الوعي والثقافة لدى المجتمع فهذا حيانا عكس بشكل طبيعي أنه بيكون فيه اهتمام بالجمال هذا لاحظناه في كل الدول الغربية أمريكا أوروبا زيان مطرد في عمليات التجميل والاهتمام بالجمال وهذا السعودية طبعا المملكة العربية السعودية تعتبر دولة نامية متجهة لبزيد من الرخاء للشعب فانعكست سابقا كنا نجد بعض السيدات يتوجهن للخارج لإجراء بعض الجراحات التجميلية بمبالغ باهظة ربما الآن أصبحت الثقة تزداد في الطبيب التجميلي السعودي أصبح هناك توجه لإجراء الجراحات التجميلية بداخل المملكة حدثنا أيضا عن هذا الجانب لو لاحظنا تقريبا من قبل أربع سنوات كان تجاه الإجراء العمليات التجميل أو تدخلات زيادة الجمال مثل الحقن التجميلي أو إبر البوتوكس كانت تعمل بشكل كبير في دول خارج المملكة العربية السعودية السبب في ذلك أنه ما كان العدد الجراحين السعوديين أو الأطباء السعوديين المختصين في الجلدية وفي العمليات التجميل كان قليل الآن زاد العدد هذا والنتيجة لنتائج العمليات وكان فيه زيادة في الثقة لدى المجتمع السعودي فاتجهوا لعملها في المملكة العربية السعودية الآن نسبة اللي يعملون عمليات خارج المملكة لا تزيد عن 5% الغالبية يكون عملها داخل المملكة العربية السعودية نعم عندما نتحدث عن الجراحات التجميلية أو تصنيفات هذه الجراحات ما هي الأكثر أمانا الأكثر انتشارا ورواجا داخل المملكة وأيضا هل هناك عمليات تعتبر تحت بند العمليات ذات الأثار الجانبية أو ذات المخاطر العالية نصح التعليق عمليات التجميل عموما تعتبر عمليات آمنة جدا بشرط توافر المريض يكون مناسب للعملية بالإضافة لأن الطبيب يكون مؤهل لإجراء العملية في فترة من الفترات كان في مشكلة في النتائج هذه ما كانت النتائج المرجوة لدى المرضى وصاحبها بعض المضاعفات الغير مرغوب فيها فلاحظنا أن السبب دائما كان أن المريض غير مناسب لإجراء العملية هذه أو كان الطبيب غير مؤهل فالفترة الأخيرة لا نقدر نقول أنه زيادة نسبة الأمان في العمليات وقلت نسبة المضاعفات زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نعم دعنا نتحدث من جانب اقتصادي يعني عمليات التجميل والأسعار قبل قليل تحدثنا عن أسعار باهظة سابقا لعمليات التجميل في الخارج وكان هناك إقبال بالرغم من ارتفاع هذه الأسعار الآن أصبحت تتوفر ربما كافة عمليات الجراحات التجميلية بداخل المملكة دعنا نحدد قيمة سعرية تتراوح ما بين كم وكم عمليات التجميل في المملكة تبدأ من كم سقف العمليات ما نقدر نقول أو نعطي سعر معين لاي عملية لأن العمليات تختلف من مريض الآخر العملية ما هي شيء موحد لكل المرضى وهذا الشيء الصحيح المفروض أن نعامل كل مريض حسب احتياجه هو ففرضا عمليات تجميل الأنف قد تستغرق من الجراح نص ساعة وقد تستغرق ثلاث ساعات عمليات تجميل بناء على حالة المريض أم على مهارة الدكتور والله نقول أنها عوامل متعددة لكن بشكل كبير يحكمها المشكلة الموجودة لدى المريض كذلك عمليات نحط الجسم عمليات الشد الجراحي التي تكون بعد فقدان الوزن تتعتمد بشكل كبير على مشكلة المريض الموجودة وعلى خبرة الجراح فما نقدر نحدها حتى العوامل هذه ما نقدر نقول هي العوامل الموجودة فقط في عوامل أخرى تدخل في تأثير في السعر ممكن نلاحظ أنه في احتكار لبعض الأجهزة الموجودة في السعودية من قبل المردين الأجهزة هذه فما يرفع سعرها مقابل مقارنة بالدول الأخرى عدم توفر هذه الأجهزة يعني بداخل المملكة نعم نقدر نقول أنه كأنه عليها شبه احتكار الأجهزة هذه فالسعر يكون جدا عالي على المستشفيات أو المراكز التي تقوم بالتجميل فبالتالي التكلفة تكون ضاهظة لتغطية هذه التكلفة بالضبط فهين عكس طبعا على سعر اللي هيدفع المريض في الأخير نعم في ظل دكتور خالد يعني انتشار العروض المغرية جدا من قبل العديد من عيادات التجميل في المملكة وغيرها أيضا كيف يستطيع المريض التفرقة ما بين الغثوة السمين من هذه التجميلية أول شيء لازم نعرف أن التسويق هذا جزء أساسي من أي عمل أو مشروع ناجح المشروع الطبي حتى يقدم خدمة جيدة لا بد أن يكون ناجح فلا بد أن يكون له تسويق جيد صحيح المهم التسويق أنه ما يكون مبالغ فيه أن المركز يقول إيش الخدمة اللي يقدمها إيش الميزات الموجودة في جهاز ما هي الآثار الجانبية كذلك ويحدد الآثار الجانبية المريض أغلب المراكز الآن ما تجيب طاري أو ما تتكلم عن إيش الجوانب السيئة في أي علاج أو في أي جهاز التهويل ربما في أثار هذا الجهاز أو هذا الجراحة نعم أنه كل شيء كويس وهذا لاحظناه في المرضى اللي يجعون اليادة أنه جاي المريضة أنه أنا أبغى الجهاز الفلاني بدون أي مقدمة بدون أي أسماء أنا جاي أبغى الجهاز الفلاني طيب أنت إيش حالتك أصلا أنت إيش وضعك هل أنت الجهاز هذا هل يعتبر هو تدخل المناسب لك أو لا كيف تتعاملون طيب مع المريض في هذه الحالة هل تستطيعون مثلا تغيير الفكرة الراسخة بداخل المريض مثلا بأن هذا الجهاز غير مناسب لحالتها أم تلبية طلبات المريض بغض النظر عن مدى فعالية الجهاز نقدر نقول أنه الطبيب الناجح لابد أنه يقوم بدوره أو بدوره أساسي له وهو تثقيف المريض نعم فللأسف بعض الأطباء ممكن يستجيب الرغبات المريض في الحالات هذه ما تكون النتائج مرضية للمريض أو ممكن يدخل فيه مشاكل أو مضاعفات للعمليات فالطبيب لازم نقوم بدوره اللي هو طبعا تثقيف المريض إعطاءه الخيارات كاملة وإعطاءه وقت المريض حتى يستطيع اتخاذ القرار في إجراء العملية أو لا نعم دكتور خالد يعني بصراحة هل نصنف الجرحات التجميلية بأنها آخر الحلول أم أولها في أحيان نقدر نقول أنها ممكن تكون آخر الحلول وفي أحيان أخرى في بعض الحالات لازم تكون أول الحلول ممكن نعطي مثال اللي هو انتشار السمنة موجودة الآن وانتشار عمليات إنقاص الوزن سواء كانت تكميم بالون المعدة ربط المعدة هذا ينتج عنها ترحلات شديدة فيضطر الجراح أنه يدخل جراحيا حتى يحل المشاكل الموجودة في هذه الحالة جراحات التجميل هي آخر الحلول هو المفروض لو كان أصلا ما في سمنة كان المريض ما تنيب وزنه أو كان في رياضة أو طرق التقليدية الرياضة بذب أو انقاص الوزن لا ما نقدر نقول أنه حتى الرياضة إذا كان الوزن فرضا جدا عالي سمنة مرضية يعني كان المريض سيفقد تقريبا أربعين أو خمسين أو ستين كيلو ففي الغالب سيكون فيه ترحلات مهما كانت الوسيلة لإنقاص الوزن سواء كانت حمية ورياضة أو كانت تكميم لكن المشكلة الرئيسية ما هي في العملية ولا في طريقة إنقاص الوزن مشكلة الرئيسية كانت في السمنة في العادات المتأصلة الآن بشكل كبير في المجتمع اللي هي الأكل المفرط عدم الاهتمام بالرياضة ففي هذه الحالة نعتبر جراحة تجميل آخر الحلول في أحيان أخرى لا تكون جراحة تجميل أول الحلول في الحالات اللي هي نقدر نقول أنها لا يمكن تفاديها مثال على ذلك الحمل واللاد ينتج عنه ترحلات في مناطق معينة في الجسم ضعف في عضلات البطن فالجراحة التجميلية هي الحل الأول للمشكلة هذه مثال آخر اللي هو تشوهات لدى الأطفال تشوهات الخلقي جراحة تجميل هي الحل الأول في الحالات هذه صحيح نتحدث عن فئات العمرية الأكثر ترددا على عيادات التجميل أيضا النساء من الرجال من الأكثر إقبالا برأيك؟ طبعا هم النساء طبعا دائما أكثر بس اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة أنه صار فيه اهتمام أكثر من الرجال بالمظهر صار عندهم ثقافة أكبر نحن كنا نقدر نقول أنه 80% من المرضى كانوا نساء 20% كانوا رجال في الفترات الماضية دكتور هل اللعب على وتر العاطف لدى المرأة يعني له دور كبير الدعايات المغريات حتى تخرج المرأة بمظهر أكثر جمالا من قبل هذه الأجهزة التجميلية؟ لا هو نقدر نقول أنه زيادة الثقافة والوعي وانفتاح البملكة العربية السعودية على العالم كله معايير الجمال هي ما نقدر نقول أنها معايير دائما ثابتة فالعصور الوسطى كانت السمنة من علامات الجمال الآن الرشاقة هي من علامات الجمال فهذه كان نتيجة لانفتاح المملكة الوسائل الإعلام التي أنتم منها فتشكلون دور رئيسي في تغيير المفهوم ما نقدر نقول زيادة الثقافة لكنه تغيير مفهوم الجمال لدى النساء فالمريضة أو الإنسانة هذه تشوف شيء معين يكون جدا عاجبها فترغب بالتغيير في أحيان تكون المشكلة التي تواجهها جد مشكلة نفسية أو مشكلة كبيرة أنه تحصل فيه تعليقات من المجتمع ما هي قادرة تعيش حياتها بالشكل اللي هي ترغبه لا ممكن حتى ما تقدر تعيش حياتها بالشكل اللي ترغبه يعني تلقى إحراج في المناسبات الاجتماعية إحراج في الحياة الخاصة لها فعند ذلك تلجأ العمليات التجميل نعم كيف تعلق دكتور على كثرة أيضا تنافسية ما بين المشاغل والأماكن الغير متخصصة في التجميل ولكن تنافس أيضا عيادات التجميل في هذا المجال تنظيف بشرة بعض الأجهزة مثل الالبي جي أجهزة ربما نحت الجسم وما شابه كيف يعني تعلق على ذلك ما هي مدى فعالية هذه الأجهزة ما مدى أيضا الأثار السلبية لمثل هذه الأماكن سؤالك الآن هو عبارة عن شقين أنه في ناس غير متخصصين وأماكن غير متخصصة عمليات التجميل والتجميل اللاجي راحي تنافس المراكز المختصة هذا واقع موجود وللأسف أنه موجود قيام بعض المشاغل بعمل حتى الحقن التجميلي طبعا المفروض الحقن التجميلي لا يكون إلا إنسان مدرب ومرخص وفالغالب لابد أنه يكون طبيب نعم فللأسف المشاغل لأنه فيه إقبال كبير جدا من المجتمع على الشيء هذا فقامت المشاغل بتوفير الشيء هذا نتج عنهم طبعا مشاكل كثير وزارة الصحة وممثلة بشؤون الصحية في مدينة الرياض طبعا تكون موجودات جدا كبيرة وجدا مشكورة لمحاربة الشيء هذا أعتقد أن وجوده إلى حد ما متوقع والإجراءات المتخذة بحقه إلى الآن نعتبر أنها جيدة الشقة الثانية من سؤالك اللي هو توفر أجهزة غير جراحية نقول نعم فيه أجهزة غير جراحية وزي ما تكلمنا أولا أنه عليها إعلانات ودعايات أنه الأجهزة هذه ممكن تخلصك فرضا من السلليت أو ممكن تخلصك من السم هل ممكن أن تكون بدائل الجراحات بالفعل؟ ما نقدر نقول أنها بدائل حقيقية ما حتكون بنفس القوة أو بنفس النتيجة اللي حتعطيها الجراحة لكنها تمثل خيار نقدر نقول مقبول لدى بعض المرضى بشرط أنه المريض يكون عارف إيش النتيجة المتوقعة من الأجهزة هذه أنا ممكن أعطي تقريبا نتيجة تتراوح من عشرة إلى ثلاثين في المائة إذا عمل الجهاز عن طريق إنسان مختص وكان المريض مناسب ممكن نوصل إلى ثلاثين في المائة جميل الجراحات غالبا تعطي تحسن إلى ثمانين في المائة فمستحيل تكون نفس النتيجة لكن الأجهزة هذه ممكن تكون خيار مناسب للمريضة لا تبقى تتعرض للتخدير لا تبقى تأخذ أجازة من العمل يعني يكون إجراء جدا بسيط فهذا الأجهزة ممكن تعطي حل المشكلة في التسويق لها إنها حلت المشكلة بشكل جذري إنها بديل نهائي عن الجراحة هنا يكون في مشكلة في التسويق كيف ترون مستقبل الاستثمار في قطاع التجميل في المملكة أيضا هل هناك نسب معينة لنجاح عمليات التجميل في المملكة مدى أيضا منافستها للجراحات التجميلية عالميا في الخارج من ناحية المنافسة أعتقد أنه ننافس بشكل جدا قوي نستغيف عدد كبير من الأطباء المبدعين في مجالهم أو معروفين حتى على مستوى العالم في مجالهم استضرتناهم هنا في المملكة العربية السعودية كان عندنا استضافة تقريبا من أسبوعين لبروفيسور من بريطانيا طبعا كلهم أبدوا إعجابهم بالمستوى وبالنتائج اللي قاعدة نحصل عليها هنا في الرياض الشقة الأول من السؤال أتحدث عن الاستثمار في قطاع التجميل في المملكة الاستثمار طبعا أنا ماني مختص في الاستثمار لكن ممكن أعطي وجهة نظر كإنسان يعني في المجال في هذا المجال صحيح أعتقد أنه يعني نقدر نقول أنه جدا شيء مطلوب في الفترة هذه وأعتقد أنه حيفيد كثير للمواطنين لأنه إذا إحنا وفرنا لهم مراكز مختصة ومؤهلة بشكل جيد سنقلل من المشاكل والمضاعفات التي تنتج عن إجراء العملية هذه بشكل خاطئ بالإضافة إلى استفادة المستثمرين نعرف أنه الآن نحن بمرحلة اقتصادية يعني نقدر نقول أنها شوي حرجة بس الاستثمار في المجال هذا يعتبر أحد الفرص الجيدة جميل كل الشكر لك الدكتور خالد الزهراني استشاري تجميل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل شكرا جزيلا لتواجدك مع اليوم يعطيك العافية وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة في ملفنا الأول لهذا اليوم تحدثنا عن الاستثمار في المصانع المنتجة والوطنية في المملكة وفي الملف الثاني تحدثنا عن جراحات التجميل في المملكة ومستقبل هذا القطاع الواعد كل الشكر لكرم المتابعة إلى اللقاء موسيقى موسيقى